عندما سألت أفنانيا قلت لي أنت ماله ضد الرجل الذي يبطي قلت لي معلن هذه مشاعر معه طبعا أكيد أنا بشر، أنا لحم ودم، أنا ملاك ولا أنا صخرة حتى الصخرة يبطي قلت لي راح أقول لك مالك 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 أي لماذا ومالك مالك؟ مالك 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 الأولى كانت وراء زواجي من طيبة يمكن بثلاثة شهر شهرياً أي شهرياً ما عدت لثلاثة شهر كانت تأذيني كل شيء بالمشاعر تجرح كل شيء هي من نوع تجرح للأوان صريحة فأذكر إلى حد الآن طلعت خارج ما بالسطح وقفلت الباب ورائي عمدلت أجيني وظليت أنا جي ربي وبجيت قلت لي يا ربي أنا حامها لهذه البنية كل شيء ورائيته لا يريد كان يثبت حسن نواياه وأنا قلت لك إنسانه ما ثق بحد ما ثق بحد فهذا كان موضوع كل الصعب ترى أن تكون أنت صادق جداً لا ترى أنت كذلك يا حبيبي والله صادق والله العظيم صادق هو إياك يمكن أن يحكم عليك حكم وأنت مو بداخلك هذا الشيء فتتأذى أكثر مما أنت مسود قلني أستحق لأنني سويت قارثة مشكلة شبيرة قارثة مظلموا بحياتك جنت يوماً ما أوف بولمت وكل شو هو يبوع وإني عندي فد شيء همينه مو حلو حقيقة أنا أقوله مو حلو مني أذيني فرد شخص حتى من كلنا أطفال يعني نلعب هاي شادوني بيها ولد عمي والأصدقاء من كلنا أطفال من نلعب سوية حتى لو حشاهم هم بخباثة مثلاً تصير بين الأطفال بخباثة يأذيك يضر مكفر الضربة مثلاً حتى تنزف دمت مثلاً فمن يجي الوالد الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه النور تنزل عليه كان يجاء منه يجاء؟ يقول يا أبو يا آني وقعت عنده أركضه وقعت ما أحبه شي بأحد ما أحبه أقول على أحد